موسيقى وفق مجلس الوزراء اليوم على ربط شبكات الجامعات من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني واعتماده مزودا وحيدا لخدمة الانترنت على أن تكون الأسعار منافسة وأن تقدم خدمات نوعية كما وفق المجلس على إجراء التعديلات المقترحة على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث وافق على إجراء مناقلات بقيمة 200 مليون دينار من الملحة الخليجية لصالح وزارة التربية والتعليم ليتم إنفاقها في صيانة المدارس وتشييدها وتطوير أنظمة الحاسوب وصيانتها في الوزارة قبل نهاية أيلول المقبل على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على السير بإجراءات معالجة الوضع البيئي في منطقة الدليل والخالدية والحلبات بالإضافة إلى الموافقة على الإسراع في طرح عطاء محطة المياه العادمة الصناعية في محافظة الزرقاء وتنفيذه علما أن الموافقة على المشروع تمت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 من 21 الماضي وسيتم من خلال هذا المشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة المنزلية تخدم منطقة قضاء الدليل عبر إحياء مشروع ريواد الدليل لغاية إنتاج الأعلاف من المياه المعالجة وخلق فرص تنموية وأكد قرار الموافقة على إنشاء نظام تتبع إلكتروني متكامل لتتبع الصهريج الناقلة للمياه العادمة والزيوت والنفايات الخطيرة في وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة النقل وأعطاء الموضوع صفة الاستعجال اشتركوا في القناة